أهلا بحضراتكم من جديد في فقرتنا الرئاسية من التأسعة زي ما شفنا مع حضراتكم على الفيديوهول مقتطفات ويمكن أخذنا بنا من البطل الرئيسي فيها لأنه من أيام انتشر فيديو للفنان عادل إمام بين الكواليس وده اللي خلى الجمهور بصراحة يتسائل هو ده ازاي هو مين ده يعني هل الفنان عادل إمام عمل فيديو ولا ايه لكن مع التركيز وانا من الناس اللي ركزت بصراحة لما شفت الفيديو اكتشفنا ان ده فيديو لشخصية شمس الزنات اللي كلنا عارفينها او تحديدا جيلي عرفها كويس اول ان الفيلم فاكرينه اللي بيقدمها الفنان محمود عزازي من خلال العرض المسرحي الاستعراضي نستالجيا 80-90 بيتم عرضها على خشبة مسرح السامر بالعجوزة واعتقد ان هي هتتنقل لعدد من المحافظات المسرحية كانت رؤية واخراج الاستاذ تامر عبد المنعم والعرض من انتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة المسرحية مستوحاة من الاعمال الخاصة في فترة التمانينات والتسعينات سواء الاعمال الدرامية او الافلام والاغاني والبرامج التلفزيونية اللي تم تقديمها في الفترة دي لكن تحديدا الموسم ده ونستالجيا 80-90 الموسم ده مع الفنان محمود العزازي خلينا نعرف اكتر تفاصيل عنها من خلال ضفنا اللي منورنا الفنان محمود عزازي اهلا بيك سوز محمود منورنا في التاسعة انا سعيد ان انا ما حضرتك وسعيد ان انا في تلفزيون المصري جدا واحنا بنعرض قلت انتو في حاجات انا اصلا ما نسيها كنت نسيها اصلا اه بالضبط اه انت صدمتنا بالفيديو الحمد لله وجاي في شخصية احنا ممكن كلنا بنحبها الزعيم عاد الامام ربنا ادي له الصحة يا ربه يبارك في عمره وفي صحته وشخصية شمس الزناتي هي حاجة تخض بصراحة مشيتك وكل عايزين نعرف بقى يعني نتعرف عليك الاول ان انت وحشنا بقى اننا كتير ما شفناكش في لقاءات نتعرف عليك ازاي جات لك الفكرة او ازاي جالك الدور قدرت ترجع ازاي للناس بالقوة دي بعد السنين دي كلها هو ان انا اجسد استاذ عاد الامام ده اصلا حلم قديم وانا كنت بفتش طول وقت على الفرصة اللي اقدر اقدم فيها اللي انت شفته في الفيديو ده بس انا عايز اخد دقيقة بس اقول حاجة مهمة جدا اقول ان اي حد مهما كان مجتهد او شاطر في الشيء او يقدر يقدم شيء مميز الشيء ده اللي مش ممكن يظهر ويتوهج الا ما يبقى فيه حوالي العوامل والاطار اللي يظهر ده وانا الحقيقة في نستالجي 98 كل اصدقائي المشاركين معايا في العرض من اصغر حد اكبر حد بيقدمولي الدعم والطاقة الحب وبيساعدوني كويس جدا ان انا اظهر زي ما حد رأيك شفت كده في الفيديو او زي ما بيحصل في العرض فانا عندي طاقة من الامتنان لكل افراد العرض من الراقصين للكبات الراقصين للصوت والديكور والملابس حاجة بص حضرت اه الحمد لله يعني والروح باينة على فكرة كمان نروح الناس حواليك كمان الحمد لله يعني فيديو يعمل 3 مليون مشاهدة وترند ده حاجة يعني برضو مش سهلة اه الحمد لله عشان اوصل لده ده مش لوحدي ده فيه استاذة سلوى احمد المصففة الشعر والمكير اسلام عباس هم اللي ساعدوا يني اوصل للشكل باقي التفاصيل لغة الجسد والاحساس بالشخصية ده بتاعي انا ده اللي انا قصد اقوله يعني لا هو الشخصية اللي في الفيديو غير الشخصية اللي قدامنا يعني ده جزء من اللي حضرك بتتكلم عنه اه الموضوع فيه مذاكر اه في جهد طب زاكرت الشخصية دي في قد ديه تقريب انا بقالي فترة طويلة من الزمن بقى لي حوالي عشر سنين كل سنة في عيد ميلاد الاستاذ عادل امام بكتب بنزل صورة لي اقوله كل سنة طيب وبيننا معاد هو الممثل المفضل عندي عندنا كلنا بسرعة وليه تأثير كبير جدا على الزكرة اه احنا كلنا فينا من عادل امام لكن بالنسبة للي في المهنة ده مضوطة اه بزبط فممكن عشان انا ممثل فامركز اكتر زكرة الفعالية بتاعتي متأثرة بي اكتر وانا طول وقت يعني بحضر نفسي ان انا في اي لحظة ممكن نجسد عادل امام خصوصا بعد نجاح عبدالحليم في ساميرو شهيرو بهير بالزبط فعملت مع اساس تامري عبداليمان وانا بقدم له كل التحية والتقدير طبعا عشان اشتغلت معاه اه اه اعمل مجهود رائع في الثقافة الجماهرية وفي الهيئة العامة للكسورة والثقافة بيقدم عروض عظيمة مبهرة لا هو كرياتف جدا 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 انا بشكره وبشكر كل التيم اللي معاه وبشكر المخرج المنفذ احمد شعراوي كل الناس دي وقفت جنبي جدا عشان نوصل لده عملت معاه مع عرض اسمه قاضي البلاج كان بيزد على عبدالحليم حافظ في ساميرو شهيرو بهير والحقيقة انا كنت متخوف من العرض ده في الاول لان انا لما عملت عبدالحليم ده اخرني كتير اتحطيت في اطار ان انا بعمل عبدالحليم فكنت خايف اعمله على المسرح بس استمر عبداليم كان عنده رأي صائب جدا ان انا عملته فيلم ومسلسلين انا عملته مسرح يبا كملت المجموعية وانا عملت كده فعلا والعرض نجح قوي فروحت وقلت له انا نفسي اعمل عدل امام باللافس الكيفية اللي انت عملت بيها عبدالحليم فهو كان بيبتسم لانه كان في ذهنه نستالجة تمانين وتسعين فلما الفكرة نضجت تماما ورؤيته ظهرت للعرض قال ان عندي عدل امام بقى في تمانين وتسعين وريني هتتعمل ايه هو بصراحة يعني انطباعي الناس بقى قبل ما نطلع فاصل ما تزعلش مني احنا نطلع على فاصل قصير وهنرجع تالي بس انطباعي الجمهور بعد الفيديو ده شفتوا زي في الشارع بقى نقلني من مرحلة يا شربيني او يا حليم في الشارع لمحمود عزازي اخيرا اخيرا الناس بتقول محمود عزازي في الشارع تصبرت اخيرا عارفوا ان بنعرف نعمل حاجات كتير مختلفة يعني انا زي ما انت صدقت ان انا عبدالحليم خليتك تصدق ان انا عدل امام فقدر خليتك تصدق ان انا الدكتور والحرامي والصحفي وليك اعمال موجودة بالضبط انا عندي مشكلة ان الاعمال اللي اتعرض دي كلها ناس مش عارف انها كلها نفس الممثل فانا بحب ابقى مختلف في كل دور شفتك لي بقى مختلف تماما لغة الجسد بتاعتي مختلفة من دور لدور من شخصية لشخصية فممكن ده يكون اللي ما بيخليش الناس عارفة ان ده نفس الممثل اللي بيعمل كل الحاجات دي هو بقى جاء الوقت ان الممثل لا بص هو مجهود ودي نتيجة اي حد بيبزل مجهود في اي حاجة وانا عندي مشكلة لازم اطلع فاصل المخرج لازم اطلع فاصل نطلع لفاصل مشاهدين ونرجع نكمل كلام مع حضراتكم والفنان محمود عزازي ونستالجيا تمانين تسعين اهلا بحضراتكم من جديد في اخر فقرات حلقتنا الليلة من التاسعة فيديو مبهج ولكن هناك مشكلة ممكن تقابل اي فنان لو عمل فيديوهات زي دي انه ممكن الناس تحطه في اطار محدد وتحديدا اطار تقليد الفنانين خلويني اراحب مرة تانية بيضيف اللي منوارني في الاستوديو الفنان محمود عزازي صاحب الفيديو الشهير اللي احنا مكسر الدنيا دلوقتي على سوشال ميديا اهلا بيك يا سيد محمود نرجع لفكرة ان الناس ممكن تحطك في اطار محدد اطار التقليد انت نجحت جدا في دور العندليب في سامير وشهير وبهير وصدقنا جدا يعني كان مكمل الصورة ومكمل المشاة ممكن تقول لنا حكايتك مع التقليد ومش التقليد بس تقمص كمان انا ما بعرفش قلد خالص تمام وبتعامل مع اي دور بكيفية واحدة ان انا بذكر الذكران الفعلية كويس جدا وبذكر لغة الجسد كويس وده بيبقى صعب شوية لما تبقى الشخصية من خلال المؤلف بنحاول نبني ذكران الفعلية ونبني لغة جسد ونحاول نصدقها ممكن الناس ما تصدقش انه هو في الشخصيات المشهورة بيبقاسها لان هي بتقليد شخصية مشهورة معروفة طب معروفة فبقدر اعمل ده بسهولة وكل حكاية صدقني لو هلخصها في كلمة هي كلمة التزديق انا بصدق بعد ما بذكر كويس ان انا هذا الشخص بس فانت لحتى لو بصيت للفيديو المنتشر دلوقتي ده هتلاقي مفهوش افواره في اي حركة هتلاقي انا مصدق ان انا عادل امام ده اللي بيحصل على الستيج في المسرحية لما نستلاجي 98 لما بطلع على الستيج انا مش بطلع اعمل عادل امام لأ انا عادل امام طالع يعرض ده بيبقى شعوري ده بيبقى احساسي بعد مذاكرة كويسة الفترة طويلة يعني وده فرق كبير جدا بينه وبين التقليد يعني ده تشخيص تكسيد انا اتظلمت لما عملت عبد الحليم في سامير وشيروهير فترة من الزمن لان اتحطيت في خيال بعض المخرجين ان ده بيقلد ما بيعرفش يعمل حاجة تانية غير عبد الحليم والادوار اللي خدتها بعد كده حتى لو كانت مساحتها كويسة الحمد لله ما خدتهاش بسهولة بسبب المشكلة دي فكنت متخوف ان لما نعمل عادل امام في نستلاجي 98 يزود الحتة بتاعت التقليد دي اللي انا عندي رعب منها طول الوقت بس وضعها عمل نتيجة عكسية الحمد لله وفهم الناس ان ده مش تمثيل ده مش تقليد كل اللي شافه فيديو عادل امام بيقولوا ده مش تقليد تقليد بيبان لا هي كده الشخصية احنا شوفنا شخصية الوستاذ عادل امام بكل سلاسة هي موجودة فيها اصلا فنان عادل امام الزعيم هو اصلا فنان سهل لا يتكلف في ادواره فعملت الدور بالزبط او عملت الشخصية نقدر نقول هي دي الشخصية فعلا وتخوفك الحمد لله اني ما حصلش لا انا هجيل ان شاء الله انا كنت ناوي والله يعني من غير ما عارف اللقاء بنا بس انا ضروري حريص جدا اننا احضر اللقاء ده عشان الفنان طبعا عشانك الاول وتشجيع الليك وتستحقه وده اللي خلينا اسألك نتكلم شوية عن بداياتك بقى بدايات وده الهدف الرئيسي على فكرة من فقرتنا ان احنا نعرف الناس بالفنان محمود العزازي الممثل انت دخلت المجال ازاي وخطواتك فيه اعتقد ان هي كانت خطوات يعني كلها تعب ومشقة لحد ما وصلت معنا النهاردة في بلنامج التاسعة من تلفزول مصر انا ابن مصرح الجامعة جامعة القاهرة وبتشرف دايما بقول ان احنا الدفعة المميزة جدا لمصرح كل التجارة مين؟ محمد فراج محمد فراج محمد شهين يحي محمود معظمهم من نجوم دلوقتي تايسون برضو ابن مصرح الجامعة كنا دفعة واحدة كل التجارة لا تايسون ما كانش معنا في التجارة اللي كان معنا في التجارة سلام سلام لوم التحية كلوم طبعا لوم كل التحية والتقدير وبعد كده احنا كلنا اشتغلنا في مصرح الهواء وكلنا كنا بنشارك بعض نفس الحلم في المرحلة الاولانية دي بعد الجامعة انا سبقتهم شوية ببرقة شفرة وسامير وشهير وبهير ومنتهى اللزة وبعض الأعمال وبعد سامير وشهير وبهير حصل توقف عندي بسبب الدور نجح في الشارع قوي لكن في الكارير كان ديما مشاكل الشخصيات فدي كانت البداية فدخلت بقى في الصراع طول الوقت طول الوقت بسببت وجهة نظر انا بمثل انا مش بقلد انا محمود عزيزي اه وحاسس ان انا دلوقتي انتصرت في اثبات وجهة النظر دي احساسك ايه بقى احنا عايزين نختم بس عايزين الرسالة بقى من الموضوع احساسك دلوقتي يعني انا بقول واسمح لي يعني ان انا يعني لو حطيت عنوان للي بيحصل دلوقتي والفقرة دي انه هو ده جهد وده نتيجة جهد ماجهش من فراغ انت راضي دلوقتي انا راضي طول الوقت الحمد لله الحمد لله والشكر الله وانا عندي حلم من التفاؤل عندي حلم من التفاؤل ان الفيديو والدجة الكبيرة اللي معمولة بسبب الفيديو وبسبب العرض طبعا عرض نجاح عظيم جدا انا فخور لا مصرح السامر نور على الكورنيش انا بقيت بعدي يعني زحمة والدنيا مشاء الله يعني عندي حلم من التفاؤل ان ده ينقلنا من مرحلة الادوار السنوية الكويسة اللي انا باخدها اللي انا اخر حاجة عملتها سره الباطع كنت عامل دور زابط فرنساوي مهمة في المسلسل ينقلنا لمرحلة الادوار الرئيسية ويتم الاعتماد علينا وزي ما سيبنا اثر في الادوار السنوية نسيب اثر اكبر ان شاء الله انت تستحق وشغلك نظيف وعودة للمسرح القومي ووزارة الثقافة بدورها دور اللي بيقدم اساس تابر عبدالله دور عظيم جدا اللي لازم نشير ليه وهو ده بقى نقطة انا عايز اقول لحضرك انك شخصية اصيلة جدا الانسان اللي يشكر الناس اللي حاوليه وسمتك طيب كمان بيباني الروح بتباني صدقني الحمد وربنا ما ضيعش تعبك وان شاء الله اللي جاي افضل خليني اشكرك جدا اللي وجودك معنا شرفتنا الوقت كان قصير لكن على الاقل قدرنا نسلط الضوء شرف للفن المصري انا مشكرك جدا سوز محمود عزازي انا بشكر حضرتك كنت سعيد ان انا موجود معاكم النهاردة وسعيد ان انا ضيف على القناة الاولى وتلفزيون المصري احنا اسعد ويمكن زي ما قلنا مشاهدينا هو مفيش حاجة بنقولها بدون رسالة وبدون هدف هدف النهاردة من اللقاءنا مع الفنان محمود عزازي هو احنا بنوصل رسالة لكل الناس هتتعب وتشتغل وتجتهد وترضى ويبقى عندك صبر لازم هتوصل الوقت طال قصر لازم هتوصل في يوم من الايام وتحقق اللي انت عايزه طالما بتبزل في كل جهدك انا بشكركم جدا وقتنا انتهى مع حضراتكم الليلة في حلقة التاسعة من الجمعة نشوفكم ان شاء الله انا يوسف عبدين الجمعة اللي جاية وبكرة لقاء متجدد مع زميلي يوسف الحسيني وتصبح على الف خير